نواصل حل التمرين كتاب مدرسي ومعنى تمرين يشبه التمرين الذي قبله التمرين 51 شفوا التمرين 50 نجعلنا عليه التمرين 50 ماذا يا أو درجة الحل فكرة هنا يا معادلة من درجة ثانية تقبلوا الحلين مجموع الحلين بالناقص هو معامل X جداء الحلين هو الثابت هو سي ارجع لحل التمرين السابق ارجع لحل التمرين رقم 50 إذن نشوف التمرين اكتب معادلة من الدرجة الثانية تقبلوا الحلين أن X فتح و X فتحتين يحقق شرطين مجموعهما معروف وجداءهما معروف إذن سهلة X مربع ناقص 7 X زائد 4 مباشرة إذن خلاصة اكتبت معادلة من الدرجة الثانية هذه السبعة هذه السبعة بالناقص هذه السبعة بالناقص هي معامل X يقول لك الأربعة الأربعة هو الجداء هو البرودوي هو البرودوي هو الجداء هو الثابت هو الموجود هنا هو الثابت هو هنا إذن شعني دالي هنا دالي معادلة من الدرجة الثانية X مربع ناقص مجموعهما هنا خالط كان خطأ هنا نخرج A عامل مشترك تبقى بي على A هو ناقص المجموع تبقى C على A هو الجداء إذن لصوم هو ناقص بي على A وهو مجموعهما البرودوي هو سع ل A جداءهما إذن المعادلة من هذا الشكل إذن بالخلاصة أعطاك المجموع 7 معانتها ناقص 7 هو معامل X أعطاك الجداء 4 معانتها الأربعة هو الثابت خلاص الآن أنا وجدنا المعادلة في الكتابة المعادلة أنا كتبناها هاي وره ها ندرها في إطار معانتها أنا جاوبنا على السؤال هذه المعادلة المطلوبة الآن كان السؤال إضافي ثم عين X متح و X متحتين ما معناه؟ معانتها هذه المعادلة أو تحلها أو تحل هذه المعادلة مميز 33 الحال الأول حال الثاني لاحظ أن مجموعهما فعلا يحقق الشرط وجدائهما يحق الشرط يلا هنم تشوفون ذهنيا هذا زائد هذا هذا رغم تعاكسين يروحوا وش تبقى؟ تبقى 7 على 2 و7 على 2 شما أنت 7 على 2؟ 3.5 3.5 3.5 7 هاي 7 إذن مجموعهما مجموعهما السبعة كما قال في السؤال مجموعهما السبعة ندره جداء صح الجداء البصل البصل المقام في المقام هذه في هذه أربعة أربعة خلاص هندخلين أربعة الفوق شكاين كاين متطابقة شهيرة ليهي 49 ناقص 33 49 ناقص 3 و30 قده 9 ناقص 3 6 16 16 16 على أربعة أربعة هاي وره إذن هذه المؤادلة المطلوبة وهذين الحلين المطلوبة انتهى التمرين 51 ترجمة نانسي قناة ترجمة نانسي قنقر اسم أربعة صح ترجمة نانسي قنقر الإلهノ